أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تابع بقلق الحادث الغادر الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرأسي دونالد ترامب وعبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أكد الرئيس السيسي إدانة مصر للحادث معربا عن التمنيات بالشفاء العاجل لترامب واستكمال الحملات الانتخابية الأمريكية في أجواء سلمية وصحية خالية من أي مظاهر للإرهاب أو العنف أو الكراهية